يرفعون ذكرى زملائهم ممن احتجزت الميليشيا حياتهم بين جدران العذاب والموت يذكرون الحياة بوجوههم ويشعلون في قلوب أهاليهم حنين الغياب وحسرة من الحكومة التي يقولون إنها قصرت في قضيتهم ولم تدرجهم في صفقة تبادل الأسرة التي أبرمت مؤخرا في سويسرا وقضت بالإفراج عن ألف وواحد وثمانين أسيرا من الطرفين خذلتنا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وخذلنا الفريق الحكومي المفاوضة المسؤول بدرجة أساسية والمعنى عن المختطفين وعن الصحفيين والذي يجب أن يناضلوا لأجل هذه القضية وأن يستمروا بالانتصار لها لكن لقد سمح عدائهم الهش والضعيف بتحويل هذه القضية الإنسانية العادلة إلى ورقة الابتزاز بيد ميليشيات الحوثي الإجرامية التي تحتاج الزملاء الصحفيين منذ ست سنوات في سجونها لكن للحكومة تبريرا مدعاه أن ميليشي الحوثي رفضت فتح ملف الصحفيين وأجلته إلى الجولة الثانية من المفاوضات وذاك تبرير ليس من السهل قبوله من أهل المختطفين ممن طال صبرهم وعقدوا على حبل الرجاء بدموع الشوق والخوف نقف اليوم مقددا ونرفع أصواتنا لعلها تصل مسامع من له ذرة من إنسانية وبقية من ضمير بسرعة الإفراق على أقارب المختطفين دون أي قرم أقترفوا أو دامب أرتكبوا سواء نمصح في حملة أقلام وأوراق هذه وقفة سبقتها المئات وذاك نداء بحة أصوات المنادين به لكنهم يأسوا ولا بخلوا بجهد وشوق هم يدركون أن هذه القضية أكثر القضايا إلى من ووجعه يدركون ألم الأمهات والجدات وهن يسألن من طفل متى سيعود أبي أو متى سأرى أخي